أهلا بكم من جديد مشاهدين الحمد لله يعني حسب أن ماذا جاء رغميا للرصد الجوي القصير دل المدى وحتى طويلة المدى تشير على أنها هناك ستكون هناك أمطار بحول الله يعني تبقى دايما هذه التوقعات ثابتة الحمد لله لحد الساعة الأمطار حاضرة بحول الله ستكون بداية من مساء يوم الاثنين نشوفوا التفاصيل وخاته وزا تسقط الأمطار بداية من يوم غد الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء وما غد تبقى دايما الأجواء يعني غائمة ببعض السحب من النوع العالي وسحب كذلك سوف لا نلاحظوا فيها تخص على أغلب المناطق الشمالية على الفترات لكن إن شاء الله يوم الاثنين صباحة يوم الاثنين حتى تكون هناك أمطار في بداية الأمم متفرقة أمطار ضعيفة تعرفها كل من ولاية وهران غريزانش لفر البليدة الجزائر العاصمة كذلك تيبازا بومردستيزيوزو حتى على ولاية سدبل عباس السعيدة يعني خلال صباحة يوم الاثنين إن شاء الله تكون متفرقة على الفترة تنتبعوا مع بعض استمار السحب السفلة الكثيفة اليوم الاثنين مع تسجيل بعض الأمطار المتفرقة طيلة نهار يوم الاثنين أما عن يوم الثلاثة إن شاء الله مشاهدين تابعوا مع بعض كذلك الأجواء غائمة أمطار متفرقة مرتقبة على أغلب المناطق الشمالية للبلاد الآن سوف نرى التوقعات الطويلة المدى وهذا حسب خارط الضغط الجوي تشير بداية من يوم الأحد 15 من شهر جونفي إلى غاية يوم 23 من شهر جونفي إن شاء الله الحمد لله نلاحظوا يلا يزال المنخفض القوي للضغط الجوي يبقى دايما يسيطر على حوض البحر الأبيض المتوسط وكذلك سيمس الجزائر الشمال للجزائر إن شاء الله بداية من يوم 18 إلى غاية العشرين وحتى 21 من شهر جونفي إن شاء الله سيكون هناك منخفض قوي محمل بأمطار غزيرة كذلك ثلوجية الأخرى ستكون حاضرة بالإضافة كل ذلك الأجواء ستكون باردة يعني سمات فصل الشتاء ستكون حاضرة إن شاء الله بداية من يوم 18 إلى 19 حتى 21 من شهر جونفي اللحظة يعني مرتفع قوي قادم من شمال أوروبا نحو حوض البحر الأبيض المتوسط يعني خص أغلب المناطق الشمالية وصول إلى غاية شمال يعني جزء من شمال الصحر خاصة للجنوب الغربي اللحظة حيمسوا هذا المنخفض بحول الله خلال الساعات والأيام المقبلة يعني أسبوع الأسبوع المقبل إن شاء الله مشاهدين رح يكون عيشوا أجواء الشتوية الحمد لله لاتقدناها الأزد من 13 يعني عشنا الجو جاف الحمد لله الآن تحتعد من جديد نأمل خلال الأيام المقبلة تستمر الأمطار خلال الأيام المقبلة على الرغم أنها بداية من يوم 23 من شهر جونفي لاحظنا يعود يعني المرتفع للضغط الجوي من الجهة الغربية ليسيطر على أجزاء واسعة وهذا خلال يوم 23 من شهر جونفي 23 و24 إن شاء الله يعني لا بأسنا نأمل خير بهذا المنخفض وبيض الأمطار إن شاء الله القادمة خلال يوم الثلاثة الأربعة حتى الخميس هو الجمعة المقبلة درجات الحرارة بداية من يوم غاد الأحد إلى غاية يوم الثلاثة تبقى دايماً درجة حرارة نوعاً ما فصلية وباردة خلال الفترة التصابحة والفترة الليلية نبقى دايماً نسجل ما بين حوالي 0 درجة إلى غاية 5 درجات على أغلب المناطق الشمالية وحتى على المدن الداخلية بالخصوص فيما يخص المناطق الجنوبية للبلاد تكون ما بين حوالي درجة واحدة إلى غاية 8 درجات أما عن الظاهرة بحول الله مشاهدين نلاحظوا أن خلال الظاهرة تبقى دايماً درجة حرارة نوعاً ما مرتفعة نسبياً عن معدلها الفصلي لون برتقال يوميز أغلب المناطق الشمالية وعليفة أن الدرجة الحرارة تبقى دايماً في ارتفاع أو تبقى دايماً مرتفعة عن معدلها الفصلي ما بين حوالي 15 حتى 22 أو 23 درجة نسجلوها على أغلب المناطق الشمالية بالخصوص الغربية والوسطى فيما يخص المناطق الجنوبية درجة الحرارة القصوى دايماً فصلية ما بين حوالي 18 حتى 28 درجة كأعلى مقياس على مدينة إنصالح أدرار كذلك إنجزام برج ماجي مختار حتى على شمال مدينة تامانرس إن شاء الله مشاهدين نلاحظوا النماذج نحظنا مع بعض نراهي ثابتة الأمطار إن شاء الله ستكون حاضرة الثلوجية الأخرى ستكون حاضرة مع منتصف الأسبوع المقبل إن شاء الله مع تسجيل أجواء باردة أجواء شتوية نحن نعيشها لمدة ثلاثة أيام إن شاء الله إن شاء الله خلال الأيام باقي الأيام تكون هناك أمطار وثلوج أكثر غزارة يعني على عكس ما نلاحظنا يعني يعود إلى إرجاع يعني بعد الأمطار يعود إلى إرجاع الاستقرار من جديد يعني الفصل الشيطان نلاحظوا فيه لا يزال يعني الأمطار ناقصة ببلادنا الآن مشاهدنا نذهب كالعادة إلى ألجرى تونس ونتعرف نهار اليوم على مدينة زغوان تمتع مدينة زغوان بغناها بالثروة المائية ففيها نبيع المياه العذبة والمياه الجوفية وهي ذات طبيعة ساحرة تجربة عداد كبيرة من السيح من كافة أنحاء العالم وأهم ما يميزها هو جبل زغوان الذي تملؤه الكهوف والمغارات بهذا مشاهدنا سليطي ورقة حوال التقص نعود إلى طارق لكن بعد الفصل